السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي الأعزاء بدرس جديد من الدروس المصورة لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات سنبدأ اليوم بإذن الله في الوحدة الأولى من القصة الدراسية الثانية وهي بعنوان برمجة الألعاب والرسوم المتقدم البرنامج المستخدم في هذه الوحدة من أجل برمجة الألعاب هو برنامج سكراتش هذا البرنامج استخدمناه سابقاً في المرحلة الابتدائية وذلك لإنشاء السور والأشكال والألعاب البسيطة في هذه الوحدة سنقوم بتصميم برمجة بعبتهم بمواصفات متقدمة وسنستخدم برنامج سكراتش أيضاً في إنشاء الرسوم والمخططات أما الآن سأوضح لكم ما سيتم درسته في الوحدة الأولى أولاً استخدام إحداثيات في البرمجة ثانياً اتخاذ القرارات في سكراتش ثالثاً برمجة تصادم الكائنات رابعاً وأخيراً القرارات الشرطية المركبة سنبدأ اليوم بإذن الله في الموضوع الأول وهو استخدام إحداثيات في البرمجة في نهاية الدرس يجب أن تكون عزيز الطالب قادر على فهم الأهداف المرجو تقيقها وهي أولاً أن تميز بين المهن المرتبطة بالحوسبة ثانياً أن تحدد موقع الكائن استخدام الإحداثيات في منصة برنامج سكراتش ثالثاً أن تميز بين لبنات التحكم بالإحداثيات حسب وظائفها ببرنامج سكراتش يمكنكم متابعة درسنا اليوم من خلال الكتاب المدرسي من الصفحة العاشرة إلى الصفحة الرابعة عشر المصطلحات المستخدمة في درسنا اليوم System Analyst محلل النظم Programmer المبرمج Tester فاحص الأنظمة Access محاور Coordinates الإحداثيات Position موقع أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في أيامنا بشكل كبير كي نبقى على الاتصال ببعضنا البعض ونطلع على ما يدور حول العين يعتمد المجتمع والاقتصاد على الحواسيب بأنواعها كالأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى عالية التقنية لهذا السبب مننا بحاجة إلى متخصصين في مجال التكنولوجيا للاستمرار بتطوير هذه الأنظمة التي نحتاجها في عصرنا الحي سنتعرف اليوم على بعض الأمثلة على تلك المهن المتعلقة بالحواسبة أول مهنة سنتعرف عليها هي محلل النظم أو System Analyst وهو الشخص الذي يقوم بدراسة مصلبات المستخدمين وذلك لبناء وتطوير الأنظمة والتطبيقات بتصميم خرائط تدفق البانيت لتوضيح مواصفات البرامج التي سوف يكتبها المبرمج مثال على ذلك مما تعلمنا سابقا لبرمجة الروبوت للتقدم إلى الأمام كانت أول خطوة هي كتابة الخوارزمية ثم حولنا الخوارزمية إلى مخطط إنسيابي وهذا هو دور محلل النظم أن يرتب المعلومات والبيانات ويضعها في تطبيقات أو مخططات إنسيابية بعد ذلك يأتي دور المبرمج أو نطلق عليه Programmer وهو الشخص الذي يقوم بتحويل المخطط الإنسيابي الذي حصل عليه من محلل النظم إلى كود برمجي باستخدام أحد البرامج وفي مثال برمجة الروبوت للتقدم إلى الأمام استخدمنا برنامج Lego Mindstorm لتحويل المخطط الإنسيابي إلى كود برمجي بعد ذلك بعد الانتهاء من كتابة البرمجة أو الكود البرمجي يأتي دور فحص الأنظمة أو نطلق عليه تستر وهو الشخص الذي يقوم بتجربة البرامج والتأكد من خلويها من المشاكل والأخطاء التي قد تؤثر على أدائها وذلك بهدف طمال جودة تلك البرامج بهذا الشكل يا عزائي الطلاب نكون تعرفنا على المهن الثلاث الرئيسة المرتبطة بالحوسبة وهي محلل النظم، المبرمج، وفاحص الأنظمة والآن مع التدريبة اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية الشخص الذي يختبر البرامج والتطبيقات لاكتشاف المشاكل والأخطاء هو المبرمج، محلل النظم، وفاحص الأنظمة أحسنتم إجابة صحيحة الإجابة الصحيحة هي فاحص الأنظمة لأنه الشخص الذي يتأكد من صحة البرامج وخلويها من الأخطاء السؤال الثاني الشخص الذي يحاول التصميمات التقنية للتطبيقات والبرامج إلى تعليمات وشيفارات برمجية هو المبرمج، محلل النظم، وفاحص الأنظمة أحسنتم إجابة صحيحة إنه المبرمج، فإن المبرمج هو الذي يقوم بكتابة الشفارات البرمجية باستخدام أحد البرمج لننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن نحدد موقع الكائن باستخدام الإحداثيات في منصة برنامج سكراتش تتكون منصة البرنامج من مجموعة من النقاط، والتي نطلق عليها اسم بيكسل هذه النقاط تشبه جدولنبير كثير من صفوف الأعمدة نرمز للأعمدة بالرمز Y ونطلق عليه اسم المحور الصادي أو ال-Y-Access وهو يشير إلى موقع الكائن على المنصة رأسية ويتغير موقع الكائن على المنصة للأعلى وللأسفل لزيادة هذه القيمة أو نقصانها أي إذا تحرك الكائن إلى الأعلى تزداد قيمته بالقيمة الموجبة وإذا تحرك إلى الأسفل تقل قيمته بالقيمة السلطة ونعبر ونرمز عن الصفوف بالرمز X ونطلق عليه اسم المحور الصيني أو ال-X-Access وهو يشير إلى موقع الكائن أفقياً على المنصة ويتغير موقع الكائن على المنصة يميناً ويسيراً بزيادة هذه القيمة ونقصانها هذا الزوج من النقاط يمنحنا القدرة على تحديد موقع كل بيكسل في المنصة ونطلق عليه اسم إحداثيات النقطة أو ال-Coordinates إذا كانت هذه الإحداثيات X و Y تساوي الصف إذن هذا يعني أن الكائن يقع فيه منتصف الشاشة أو منتصف منصة برنامج سكراتش لكل كائن موقعه الخاص على منصة برنامج سكراتش هذا الموقع يتم تحديده بناء على إحداثيات الكائن مثال على ذلك إذا كان الكائن في الموقع 3 و 5 فإن هذا يعني أن الإحداثي السيني لهذا الكائن X تساوي 3 أي أن الكائن ستحرك إلى اليمين بقيمة 3 خطوات وأن الإحداثي الصادي Y تساوي 5 أي أن الكائن ستحرك إلى أعلى 5 خطوات ليصبح موقع الكائن على الشاشة 3 و 5 أي إلى اليمين 3 خطوات وإلى الأعلى 5 خطوات والآن مع التدريب تحقق من صحة العبارات التالية قيمة Y تحدد موقع الكائن على المحور الأفضي هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ أحسنتم بالطبع هذه العبارة ليست صحيحة لأن قيمة X هي التي تحدد موقع الكائن على المحور الأفضي السؤال الثاني إذا كانت إحداثيات موقع الكائن X و Y تساوي 0 فهذا يعني أن الكائن يقع في منتصف المنصة هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ أحسنتم هذه العبارة صحيحة لأننا اتفقنا إذا كانت الإحداثي السيني والصود يساوي 0 إذن هذا يعني أن الكائن يقع في منتصف شاشة أو منصة برنامج سكراتش ننتقل الآن إلى الهدف الثالث وهو أن نميز بين لبنات التحكم بالإحداثيات حسب وظائفها في برنامج سكراتش جميع اللبنات الخاصة بالتحكم بالإحداثيات أو بموقع أو بحركة الكائن على المنصة سنجدها في المجموعة الزرقاء التي يطلق عليها اسم Motion سنبدأ الآن بالتعرف على أول لبنة وهي X Position أو Y Position كلمة Position تعني موقع أي أن هذه اللبنة تستخدم لعرض قيمة إحداثيات أو قيمة موقع الكائن على المنصة سواء على المحور السيني أو المحور الصدي اللبنة الثانية هي Set X2 أو Set Y2 وكلمة Set هنا المقصود بها تعيين أي أنني أعين أو أحدد موقع الكائن على المحور السيني أو المحور الصدي بالقيمة المكتوبة هنا عيننا الموقع لهذا الكائن لكي يصبح عند قيمة المحور السيني صف وقيمة المحور الصدي صف وهي منتصف منصة برنامج Scratch لننتقل إلى لبنة Change X by أو Change Y by كلمة Change أي تغيير إذن سنغير مكان أو موقع الكائن على المنصة إذا كان موقعه على الإحداث السيني سنستخدم Change X وإذا كان على الإحداث الصدي سنغير Change Y إذا كانت القيمة X موجبة هذا يعني أنه يتجه إلى اليمين وإذا كانت قيمة Y موجبة هذا يعني أنه يتجه إلى أعلى إذا أردنا أن نحرك هذا الكائن إلى اليسار فإننا نغير القيمة بكي تكون سالبة وإذا أردناه أن يتحرك إلى الأسفل نغير قيمة Y لكي تكون سالبة كما هو موضح في هذا المثال سنحرك الآن هذا الكائن إلى اليسار 50 خطوة وإلى الأسفل 50 خطوة فاستخدمنا القيمة السالبة سالب 50 سالب 50 كي يتحرك يسارا وإلى الأسفل والآن لبنة Go to X و Y Go to يعني اذهب إلى إذن هنا هذه اللبنة تنقل الكائن إلى موقع محدد على الإحداث السيني والصدي نكون بكتابة القيمة التي نريد من الموقع أن يتجه إليها في المحور السيني أولاً ثم نكتب القيمة التي نريد من الكائن التي يتجه عليها في المحور الصدي الآن سنوضح لبنة Go to Mouse Pointer أو Go to Random Position هذه اللبنة نستخدمها لتحريك الكائن على موقع عشوائي أو موقع مؤشر الفقرة على المنصة المouse pointer في استخدامها أي أن الكائن سيتحرك مع حركة المؤشر بينما إذا استخدمنا Random Position هذا يعني أن الكائن سيتحرك إلى أي مكان عشوائي على منصة شاشة برنامج سكراتش والآن سنوضح لبنة Light Seconds to X و Y هذه اللبنة نستخدمها لتحريك الكائن إلى الموقع الذي يحمل إحداثيات X و Y خلال العدد المحدد من الثواني هذا يعني أننا نحرك الكائن إلى موقع محدد خلال فترة زمنية محددة يتم تحديدها من خلال هذه اللبنة كما هو واضح في هذا المثال حددنا الموقع الذي سيتحرك إليه الكائن وحددنا أن الوقت الذي سيستغرق الكائن في الحركة لكي يصل إلى هذه النقطة هي ثانية واحدة لننتقل إلى التدريبات اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية اللبنة البرمجية المستخدمة لتعيين إحداثيات موقع الكائن على المحور السيني X في برنامج سكراتش هي أحسنتم إجابة صحيحة لأن هنا يتكلم عن تعيين الإحداثيات وكلمة تعيين اتفقنا أنها تعني ست لننتقل إلى السؤال الثاني اللبنة البرمجية المستخدمة لتحريك الكائن إلى مكان عشوائي في منصة برنامج سكراتش هي أحسنتم إجابة صحيحة لأن السؤال هنا كان يتكلم عن المكان العشوائي وإحنا اتفقنا أن المكان العشوائي هو بهذا الشكل نكون قد توصلنا إلى نهاية ترسنا اليوم فنتذكر مع بعض سويا ما تعلمناه تعلمنا بعض المهن المرتبطة بالحوسبة مثل محلل النظم مطور البرامج وفاحس الأنظمة وتعلمنا أيضا إحداثيات منصة برنامج سكراتش وتعرفنا على الإحداث السيني والإحداث الصادي وإحداثيات النقطة وأيضا تعلمنا أو تعرفنا على الأبنات التحكم بالإحداثيات في برنامج سكراتش إلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا